اشتركوا في القناة وفي شهر سفر سنة التسعة قدم اثناء عشر رجل من بني عذرة وذكروا قرابتهم من قصي ونصرتهم له في اخراج بني بكر وقزاع من مكة فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام ونهاهم عن سؤال الكهانة والذبائح النصبي وقد اصلموا واقاموا اياما ثم رجعوا وعلى اثنهم جاء وفدوا بلي في ربيع الاول سنة التسعة جرية فاصلموا واقاموا ثلاثة ايام ثم رجعوا اللهم وفدنا عذرة قبيلة عذرة وانلهم ناي بلي اللهم كلهم لسرهم اللهم لا واناي عذرة دي بالشهر سفر سنة التسعة جرية مات او حصلكل وطنافر انتم ولقرابتهم بني وقصيب بقلة ذكروا بس لتلحمهم يعني ونسلتهم كمان دي بقلهم بني بكر وخزاع من مكة ورحب ابو النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم شام قلت فتحته وكمان اشياء على اتمنان هايوم لا لكهاند ولا حردو ولا دبائي حكلا نصوب وقل الله آلهات وقل الله وقل الله وقل الله اللي الحرودو لا شركيات ولا بداع لو ديو اللهم منونا هايوم وبيان اغلوم النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا ايام قصوا دي مكة واقبلوا نوالي قرهوم دي بجا الربيع الاول وفدنا بلي ما تأسنا التسعة جرية اسلموا اللهم مسالس ايام قصوا واقبلوا اللهم كروت وفدكم سليتوا حقه وفدنا بني اسد بني خزيمة مطاء اللي هو وفد اللي اه عسرنا فرمات اوم النوم في اول سنة التسعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ديوم مسجد على اه قدم عشر منهم في اول سنة التسعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع اصحابه فسلموا وقال متكلمهم يا رسول الله ان شهدنا ان الله وحده لا شريك له وانك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث الينا بعثا فاسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بن فلان ونحن لمن وراءنا سلم فانزل الله سبحانه وتعالى يمنون عليك ان اصلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للامان ان كنتم صادقين واسألوها عن ما كانوا يفعلون في الجاهلية من العيافة وهي زجر الطير والكهانة وضرب الحصباء فنهاهم عن ذلك وسألوه عن الرمل فقال علمه نبي فمن سادف مثل علمه فذاك وإلا فلا ومعلوم ان المسادفة مستحيرة المعرفة وكل هذه الاعمال من التقرص على الغيب ومكثى اهل الوفد اياما يتعلمون الفرائد ثم انصرفوا وقد اجيزوا اللي وفدنا يا بني سعد بني خزيما دي عصرنا فرمات او من نوم دي باول سنة التسعة دي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دي بمسجد علاوه السالم وسلام دي لووت كبته يوم ومن نوم دي الاتهاجة العلاق انتا كبيرا يا رسول الله نحنا برب يشاهدنا انه الله سبحانه وتعالى قراته لا شريك الابو وانت عبده ورسوله انت ومطاناكا سلمان من دحنا يقاتلناكا كم سلعت فلان قاتلوكا وفلان قاتلوكا ونوسنا مطاعتن دردين ما عطانكا حناكم سلبيلو قول النبي صلى الله عليه وسلم ربي الا اياتك ردي بمني بسرط الحجرات بأسلام لنايكم من يتيدون ربي باسلام هديكم شان كده ربي اليوم يمنون عليكم أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمنوا عليكم ان هداكم الامان ان كنتم صادقين وورا اسلاما من قبي وعمال سعالح ودا من قبي واماما من قبي ابا مزاورتي الاتحاذي ورياء الاتحاذي وشكر من قدام الاتحاذي اقرب العالمين لأسلاما ربيتي للجزي وربيتي لكافو وربيتي للأمور رواني ومصلحات اقلوتو في النهاية وسألوو كمان دي بجاه ريوت اللي ودول علو اشياء اللي لسريرتك امبيلت ولسريرتك امبيلو والتفسير اللي نايا تطيور ولنا يا كهانات ااا ينقبيل مثلا ان اشياء يعني دي بقيب لتدهاك اشياء واللي حيط وامان وقالي واللي ودعوة هاجات لكل دي بجاهلات اللي تتقبل على دي بقيب حاجات انبرر بليل اطارع دي بأشياء دي بلادتهاك ااا كل اللي منن من النهي يوم النبي صلى الله عليه وسلم وايامهم قصو وتعلم علو فرائدهم تعلمو وللحظوا كايما انهم سألو النبي صلى الله عليه وسلم علم يوم وحقوا ما أجاز يوم النبي صلى الله عليه وسلم أنصرفوا وعدوا ما قبلوا يبلغوا ساملينان عائل الله وفيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته